ما المراحل الأساسية لعملية التدريس؟ إن عملية التدريس تشبه الرحلة هذه الرحلة لها مجموعة من المراحل المتتابعة المتعاقبة تبدأ المرحلة الأولى بالتمهيد ثم ينتقل المعلم مع الطلاب إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العرض ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الربط ثم المرحلة الرابعة وهي مرحلة الاستنتاج ثم نهاية الرحلة في مرحلة التطبيق دعونا نتوقف أمام كل مرحلة من هذه المراحل لننظر ما المقصود بها ما الوظيفة الأساسية التي تقوم بها في عملية التدريس نبدأ أولا بمرحلة التمهيد التمهيد هو المدخل للدرس الجديد يهدف إلى إثارة المعلومات القديمة المرتبطة بموضوع الدرس ولذلك فوظيفة التمهيد الأساسية إعداد وتوجيه أذهان التلاميذ لموضوع الدرس الجديد مع ربط المعلومات القديمة بالمعلومات الجديدة ويكون ذلك في الغالب باتباع طريقة المناقشة أو الأسئلة والأجوبة ومن الواجب أن تكون الأسئلة قليلة واضحة ومرتبة وتركز على إجراء الحوار مع الطلاب ومن الواجب أن يركز المعلم في الكيفية التي ينفذ بها مرحلة التمهيد فلابد أن يكون التمهيد مختصراً قائماً على الأسئلة يركز على المناقشة يمكن للمعلم أن يستخدم فيه أسلوب القصة أو أسلوب المشكلة المهم أن يختار التمهيد المناسب لموضوع الدرس ولمستوى الطلاب وظروفهم النفسية ولذلك التمهيد الجيد هو الذي يوقظ انتباه الطلاب ويشوقهم إلى الدرس الجديد ويربط المعلومات القديمة مع معلوماتهم الجديدة فإذا منتهى المعلم من مرحلة التمهيد فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة العرض مرحلة العرض هي المرحلة التي يعرض فيها المعلم المعلومات الجديدة في الدرس ولذلك فإن وظيفة هذه المرحلة الأساسية أن يفهم التلاميذ وأن يستوعبوا كل المعارف الجديدة بل وأن يتم تدريبهم عليها تدريبا جيدا مرحلة العرض لها شروط أهمها أن يحرص المعلم على التأكد من صحة المعلومات التي يقدمها للطلاب وأن يقدم لهم هذه المعلومات واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد فيها ولا لبس فيها كذلك لا بد أن يقدمها لهم مرتبة منظمة مسلسلة حتى يسهل عليهم أن يتعلموها أيضا فإن على المعلم أن يحرص من حين إلى آخر أن يعيد تسلسل المعلومات المقدمة بشكل عام وأن يربط أول المعلومات بآخرها حتى لا يتوها التلاميذ وهم يستقبلون هذه المعلومات الجديدة أما عن كيفية مرحلة العرض فهي تختلف من درس لآخر ولكنها تشمل أولا لا بد أن يحرص المعلم على استخدام أكبر قدر ممكن من الأمثلة التوضيحية التي توضح للطلاب المعلومات الجديدة في الدرس كذلك لا بد أن يقدم المعلم تدريبا مناسبا للتلاميذ على المعلومات الجديدة وفي مواقف جديدة أيضا لا بد أن يقدم المعلم تعزيزا مناسبا وتشجيعا مستمرا لكي يشجع الطلاب على المشاركة في استقبال المعلومات الجديدة وفي تعلمها وفي التدريب عليها وفي السؤال عنها أخيرا فإن على المعلم أن يقوم ما تعلمه طلاب في الدرس من خلال طرح مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة يكون الهدف منها أن يطمئن المعلم إطمئنانا كاملا إلى أن الطلاب قد فهموا المعلومات الجديدة وأنهم قد نجحوا في ربط هذه المعلومات الجديدة مع معلوماتهم القديمة ثم ينتقل المعلم إلى مرحلة الربط هذه المرحلة التركيز الأساسي فيها يكون على ربط المعلومات الجديدة بالقديمة لأن هذا الربط هو الذي يثبت المعلومات الجديدة ويجعل لها جذورا في عقول التلاميذ وأذهانهم فالتعلم الناجح هو التعلم الذي ينجح فيه التلميذ في ربط معلوماته الجديدة بما كان يعرفه من قبل من معلومات هذه المرحلة الوظيفة الأساسية فيها هو أن التلاميذ يقومون بعملية موازنة بين المعلومات الجديدة في الدرس والمعلومات القديمة هذه الموازنة تفضي إلى الربط الشامل والصحيح بين هذين النوعين من المعلومات والشروط التي يجب أن تتوافر في مرحلة الربط أولا أن يقوم المتعلمون بدمج المعلومات الجديدة مع المعلومات القديمة بصورة صحيحة ثانيا إعادة ترتيب المعلومات ثالثا لا بد أن يطرح المعلم مهام تعليمية تتحدى قدرات التلاميذ حتى يوظفوا ما تعلموه في هذا الموضوع للتعامل مع هذه المهام التعليمية أما عن كيفية الربط فإن هذه المرحلة تعتمد على استخدام أربع طرق أساسية لتحقيق الربط بين المعلومات الجديدة والقديمة أولا الربط المباشر بين هذين النوعين من المعلومات ثانيا أن يقوم المعلم بإجراء موازنة بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة هذه الموازنة تكشف عن أوجه الشبه وأوجه الخلاف وأوجه التوسع في المعلومات ثالثا يقوم المعلم بتوضيح بعض استراتيجيات التعلم التي يمكن للتلاميذ استخدامها في مذاكرة المعلومات الجديدة وفي مراجعة المعلومات القديمة وفي الربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة كذلك يمكن للمعلم أن يوضح الفائدة الشخصية المتحققة من دراسة هذا الموضوع إن الفائدة الشخصية من أكثر الأدوات التي تدفع التلميذ إلى أن يفكر مرارا وتكرارا في كل ما تعلمه كيف يمكنه أن يستفيد مما تعلم اليوم في حياته هل يمكن أن يكون لهذا الدرس دور في حل مشكلاته هل يمكن أن تكون لهذه المعلومات دور في تحسين حياته إن البحث عن الفائدة الشخصية من أكثر الأساليب التي توفر للتلميذ فرصة الربط الصحيح بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة ثم ينتقل المعلم إلى مرحلة الاستنتاج هذه المرحلة هي مرحلة استخلاص الحكم أو القاعدة هي المرحلة النهائية التي يصل إليها المتعلم ليسأل نفسه ما الخلاصة؟ ما الحكم؟ ما القاعدة؟ ماذا أستنتج من هذا الموضوع؟ لذلك فإن الوظيفة الأساسية لمرحلة الاستنتاج أن يصل الطلاب إلى أحكام عامة وقواعد كلية مستخلصة من محتوى الموضوع المدروس تتحدث شروط مرحلة الاستنتاج أولاً لا بد أن يشارك الطلاب مشاركة فعالة وحقيقية في استنتاج القواعد من الدرس ثانياً لا بد أن تتم هذه المرحلة على أساس من المناقشة الحرة والمفتوحة والجماعية مع الطلاب داخل الفصل ثالثاً لا بد أن يراجع المعلم مع الطلاب نص الكتاب المدرسي وأن يقوم بصياعة ما يقوله الطلاب صياعة جديدة تتفق مع ما ورد بالضبط في كتاب المدرسة رابعاً لا بد أن يذهب المعلم إلى الصبورة ليقوم بعمل تدوين هذا التدوين هو ملخص عام لموضوع الدرس هو توضيح عام لأهم القواعد المستخلصة من دراسة هذا الموضوع لذلك فإن مرحلة الاستنتاج تعتمد في كيفيتها على أن يطرح المعلم سؤالاً واحداً على الطلاب ماذا نستنتج من هذا الدرس؟ فإذا منتهى الطلاب من مرحلة الاستنتاج فإنهم ينتقلون إلى مرحلة التطبيق هذه المرحلة تهدف إلى توضيح لاستفادة من الدرس في حياة الطلاب ولذلك فالوظيفة الأساسية لمرحلة التطبيق أن تجيب للطلاب عن سؤال واحد كيف تطبقون المعرفة الجديدة في هذا الموضوع في حياتكم الخاصة؟ مرحلة التطبيق من أهم شروطها أن تنجح في تثبيت المعلومات الجديدة مع المعلومات القديمة من خلال مواقف تطبيقية واقعية وحياتية ولذلك فإن الكيفية المثلة لمرحلة التطبيق أن يستخدم المعلم تطبيقات عملية أو تطبيقات شفهية أو تطبيقات تحريرية كل هذه الأنواع من التطبيقات هي التي تمكن التلاميذ من أن يوظفوا كل ما تعلموه في موضوع الدرس الجديد في مواقف حياتية واقعية لها صلة مباشرة بحياتهم ولعل هذا هو ما يعطي معنى حقيقي لما نتعلمه في مدارسنا ترجمة نانسي قنع